يعطيكم العافية أصدقائي معكم سيف مخارزة واليوم بدرس جديد درسنا اليوم عن كيفية احتراف أو دراسة مجال الباك باونتي أو الويب أبليكيشن بنتريشين تستينج كيف تعرف تختبر تطبيقات الويب وتلاقي ثغرات حتى تقدر تشتغل مع مواقع مثل باك باونتي، هاكر وان، انتيجريتي كل مواقع يعني صائدي الثغرات تقدر تشتغل فيها وتقدم فيها تقارير وتحصل على جوائز مالية مقابلها بداية قبل ما نبدأ بشرح اليوم بدعوكم جميعا انكم تشيكوا على موقعنا حاليا عندنا خصومات كبيرة بخصوص قرب أو بمناسبة قرب عيد الأطحى المبارك طبعا كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم جميعا تقدر تدخل للويب سايت الخاص فينا راح تلاقوا أسفل فيديو بالدسكريبشن تشوف تفاصيل الخدمات المنقدمها والدورات التدريبية والشهادات المعتمدة وأسليب التدريب والأسعار وكل شيء وبنفس الوقت في عندنا مكان اسمه صح المقبلات جواته شوية دورات مجانية بحيث انت تشوف اسلوبنا في التدريب قبل ما تقرر انك تأخذ عندنا اي كورس وبهاي الطريقة بتقدر تأخذ قرارك وانت مش متردد أبدا الدورات اللي بقدم لكيها بتكون بحسس خصوصية تواصلك مباشرة معي ولوحدك فقط كل شخص منكم رح يأخذ وقتي وليس فقط الدورات تمام؟ تعرف أكثر عن الموضوع تواصل معي في واتساب لحتى تستفسر أو تشترك وخلينا ننتقل لدرس اليوم على طول جاهزت لكم ملف صغير عن طريق برنامج مايند ماستر جدا بسيط هذا شكل بيفرجيك الطريقة المدفوعة لتعلم المجال أو الطريقة المجانية الموضوع اللي بخليك تختار بدك الطريقة المدفوعة أو المجانية هو اللغة اللي موجودة عندك إذا أنت شخص شاطر مع اللغة الإنجليزية بتقدر تفهمها بشكل ما بتقدر تفهم فيديوهاتها وطبعا صدقني هي شيء مش مخيف أنا لما دخلت المجال كان الموضوع بالنسبة إلي يعني ما كنتش كتير شاطر باللغة الإنجليزية مع هيك كنت بتعلم من فيديوهات الهنود اللي بيحكوا إنجليزي وأنا مش قادر أحكي لكم كيف بيحكوا وبتلايك أنت بشكريب وكلام يعني صعب الفهم وما هيك كدرت أدرس المجال لبين ما صرت مدرب ودائما المصادر الأجنبية أفضل بمليون مرة فإذا كنت أنت شاطر بالتعامل مع اللغة الإنجليزية راح تشوف في فيديو اليوم الطرق والمصادر وحتى لو مش شاطر يعني خلينا نحكي حاول إذا أنت ميزانيتك جدا ضعيفة حاول إنك تتعلم تمام؟ ورح نشوف اليوم الآن إذا أنت ما بتعرف اللغة الإنجليزية بنصحك حتى إنك تسكر الفيديو وتتواصل معي على طول عنا دورات بتساعدك على بتفهمك موضوع اختبار الاختراق من الصفر الأساسيات بتأخذها معنا مجانا تمام؟ الدورة نفسها مدفوعة من الصفر للإحتراف والأساسيات والمتطلبات الخاصة بالكورس راح تأخذها مجانا بتتواصل معنا بتسأل عن الكورس ومنعلمك كل شيء بخص هذا الكورس تمام؟ ومثل ما حكيت لك بحساس خصوصية وبشهادات معتمدة على مستوى الإقليم والوطن العربي الطريقة المجانية الآن اليوم اللي راح نشوفها بداية عنا كل هاي خلينا نحكي كل هاي المصادر الخاصة فيها أول شيء بتدير تدخل عليه اللي هو اللابات أنا ما بدي ياك تدخل في موضوع اليوتيوب في دورات اليوتيوب الجاهزة اللي هي how to start with back bounty كيف تبلش في موضوع الباك باونتي سيبك منها تعطيك معلومات أي نعم بس بدون تتدرب في إيدك على لابات بنفسك تختبر اختراق وتكتشف ثغرات بنفسك ما راح يزبط الموضوع تمام؟ عنا أكثر من مصدر هون طبعا خلينا نحكي انه انت لسه بدك من مرحلة الأساسيات فبتقدر تفوت على يوتيوب تشوف كيفية عمل مواقع الويب لأنك مش راح تقدر أكيد تكتشف ثغرات فيها إذا ما بتعرف بكيف بتم عملها تمام؟ بنفس الوقت خلينا نحكي في غير هذا الموضوع في عندك على موقع tryhack.me إنسى هاي الجزئية بتقدر تدخل الدورات الخاصة فيها في دورة مجانية بتخص البيثون أو عفوا البي أتش بي وكيفية عمل مواقع الويب هاي الأمور بنصحك إنك تدرسها في البداية طيب إنت انتهيت منها فوت ل ctf.hacker101.com تمام؟ هو موقع تابع لشركة هكر ون بيعلمك وبعطيك لابات مع تلميحات كيف تخترقها وكل لاب بخص بشيء معين يعني هذا بعطيك بده مهارات في الويب عندك تمام؟ شوية ثغرات شوية أمور تكتشف كيف تكتشفها ثغرات الـ xss ألعاب مثل ctf مثل capture the flag ولكنك هون انت قدامك لاب بخليك تحاكي السيناريو اللي بصير في الواقع واختبار الاختراق اللي بصير في الواقع زي إنك قاعد مثلا بتختبر بشركة بي بال بشركة مثلا وست بانك أي شيء تمام؟ نفس السيناريوهات الممكن تصير عندك لتلاقي ثغرات فيها بتلاقيها هون باللابات هاي خلصت من هاي اللابات تعالي انتقل للمرحلة اللي بعدها اللابات الخاصة بـ بورتس ويقر تمام؟ وطبعا كل إشي قاعد بعرضه عليك اليوم إن شاء الله مجاني شفت عندك هان لابات أكثر من 350 لاب لأكثر من يعني أكثر من موضوع والإكس اس اس، ثغرات الإكس اس اي، السي سي آر اف، الإكس اكس اي، كل أنواع الثغرات الويب اللي ممكن تتخيلها موجودة في هاي اللابات، وأكثر من 350 لاب، خلصت منها، انت هون، إذا خلصت من هاي اللابات، ومن هاي اللابات، بدون ما حتى إنك تشوف تلميحات، أو ووك ثروز على الإنترنت، يعني بدون ما تغش، تمام؟ انت جاهز لتروحها باك باونتي وتبلش باختبال اختلاق وكتشاف الثغرات، إذا لسه ما عندك الثقة تعال كمل معي، في عندك على موقع TryHackMe، طبعا ناظر حكي، بس تخلص إذا أنت رحت من مرحلة الأساسيات، ما بتعرف ما عندك أي فكرة كيف بيتم عمل مواقع الويب، تعلمت بHP، تعلمت HTML، فهمت كيف بيتم صنع موقع الويب كامل، تعال فوت على موقع TryHackMe، وعندك هان اللابات لإنماب، بتعلمك كيف تعمل ريكونايسنس، إيش هو ريكونايسنس؟ يعني إنك تعرف تستخرج المحتوى، تبحث عن معلومات، وهاي سكل مهمة جدا، الانفورميشن جاثرينج أهم نقطة وأهم ركن في موضوع اكتشاف الثغرات، لأنه على قد ما عندك معلومات على قدر ما بتقدر تطلع الثغرات، فهون كيف تستخدم مثلا إنماب بأكثر من موضوع معين، وطبعا على الأوساب 10، اللي هم أعلى أخطر عشر ثغرات من شركة أوساب، طبعا الناس الآن راح تشوفهم مرة أخرى هون، هاي لابات من شركة كونترا، تمام، في عندهم فري تريل، في عندهم إكسر سايزز، من خلالها أنت بتعرف كيف تتعامل مع أخطر عشر ثغرات مصنفة حسب أوساب أو شركة أوفنسف سيكيوريتي، CCRF، تيك توك كروس سايت سكريبتينج، هاي طبعا فغرة طلعت كزيرو داي في تيك توك بالبداية، روبي ريسيت كلاينت باكدور، يعني لو فتحت هون، انت مش محتاج غير يكون عندك البراوزر تبعك، والتولز اللي انت بتستخدمها كاللينيكس وغيره، تمام، وطبعا عندك في هاكر ون، فيها فيديوز هان، مش بس الثغرات، في عندها كان فيديوهات بتقدر تشاهدها، ومن خلالها بتعرف تمشي الموضوع، عموما خلصنا ترايها كمي، خلصنا كل هاي الأمور، خلوا يحمل شوي اللاب اللي من كنترى، نشوف اللي بعده، لما تنتهي من هاي الأمور أصلا أنت جاهز، بس كمام داك تختبر نفسك أكثر على أرض الواقع، ودخل لموقع CTF تشالنج، اكتشفوا بأنفسكم وراح أترك لكم حرية الاختيار الخاصة فيه، طيب، هون انت دخلت مثلا للمكان اللي بدك إياه، طبعا نسامحون الإنترنت شوي ضعيف، مش راح تطلع معانا هون، عموما هان بتكون شاشة تسجيل دخول، بعطوك أكاونت تقدر تستخدم وتدخل عليه، تعال، مثلا لسقنا هون، أوكي، تمام، الآن بعطوك إيميل وبريد إلكتروني عشان يكون عندك إيميل يعني هواف عفوان يكون عندك أكاونت داخل الموقع، وعلى أساسه بتقدر تدخل للموضوع وتبلش تكتشف ثغرات بنفسك، تمام؟ بتخلص كل هاي الأمور، انت جاهز تدخل لأي مكان، لأي موقع، من موقع اكتشاف الثغرات وتروح للهاي بيد يعني للخدمات اللي بتدفع لك أكثر شيء في الموضوع، تمام؟ كان هذا كل إشي عندي لليوم، أنا جدا بنصحكم تيجوا تستفيدوا من الخصومات اللي بقدمها في الكورسات المتقدمة عندي، والأي شخص حابب أنه يشوف عالية شرحي من قبل بقدر يتواصل معنا في مكالمة يحكي لي رغباته لأنه الدورات اللي بنقدمها على حسب رغبة المستخدم، مش على حسب رغبتنا إحنا كان معكم سيف مخارزة، احفظ هذا الاسم كويس، يعطيكم ألف حافية